طيب أنا عاوز أسأل سؤال بأعتقد أنه كتير كتير مهم طالما نتكلم عن الحياة الأبدية فالسؤال هل المؤمن معرض لفقدان الحياة الأبدية هو الحياة الأبدية عطية عطية من الله العاطي يضمن هذه الحياة في قول جميل آل المسيح في يوحن عشر وهو يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد إن كانت الحياة الأبدية هي عطية من الله فمن يعطي الحياة يضمن الحياة ضمان الحياة مش في من أخذ الحياة الأبدية ضمان الحياة في شخص الله الذي أعطى هذه الحياة الأبدية وخلينا أقول أنه ضمان الحياة الأبدية قائم على الذي أعطى هذه الحياة هو صادق ولم يعرف الكذب الله منزه عن الكذب وهبات الله وعطياء إنما هي بلا ندامة نمر اتنين لأجل شفاعة شخص المسيح في السماء فممكن تقول لي آه بس أنت بعد ما خدت الحياة الأبدية ظهر فيك زلات في الطريق هل بهذه الزلات والسقطات تنزع من الحياة الأبدية زلاتي وسقطاتي لا تؤثر على مركزي والحياة الأبدية التي أخذتها لأن المسيح ظاهر أمام وجه الله بيعتبره الشفيع إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار نمر ثلاثة لأن المسيح في السماء حي حي إلى أبد الأبدين كرأس الجسد وضمان الحياة الأبدية مفروغ منه أزلان يعني الله وعد وتمم إن من يقبل المسيح له حياة أبدية ما حطلها الشرط استثنائي وقال لنا إنه لو سقط ستنزع منه الحياة الأبدية روح لرمية 8 حتلاقي سلسلة جميلة لأن الذين سبق فعرفهم ده في الأزل سبق فعينهم ولذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم دعاهم في الزمان ولذين دعاهم فهؤلاء برارهم ولذين برارهم فهؤلاء مجدهم السؤال إن كان عيانهم وإن كان اختارهم ده في الأزل وإن كان دعاهم ده في الزمان وبررهم في الزمان طب مجدهم فين إحنا لسه مرحناش للمجد إحنا لسه لما هنروع عند الرب نتمجد لكن هو حسم لنا القضية كلها باعتبارها ماضي تام الموضوع خالصان عند ربنا مش احتمال ينزع من الحياة الأبدية إذا سقط ما فيش أصلا ورود لنزع الحياة الأبدية لإن الله عطيته ليا كاملة لأجل عمل المسيح على الصديق اشتركوا في القناة